مهو الكتاب يقول وبعدما صنع تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظمة يعني وين وجود الله فلذلك بالقرآن أيضا بيقول في سورة النساء 151 اللي معروفة بها جدل على وما صلبوا وما قتلوا ولكن شبه لهم بل رفعه إليه أنا بدي أناقش فكرة أنه الله رفع المسيح في عندنا آيتين قرآنية زي ما عندنا آيتين بها تجسد المسيح إسلاميا في عندنا آيتين قرآنية بتحكي أنه المسيح الآن هو عند الله هو عند الله شو يعني شو اللي بدك توصلنا يا توي أخشانت اللي أريد أوصله أنه المسيح جاء من عند الله بكلمة وروح وتمم الرسالة وعمل الخلاص والفداء وذهب إلى الله المكان نفسه اللي كان هو موجود به بنفس المكان وليس المكان عشان بلاش ياخذوا كلمتي حرفيا بنفس المكان اللي كان موجود بها طلع لها وهذا مكانة المسيح لذلك المسيح لما نكلم نقو ديموس في وحنى ثلاثة الآية اللي حضرتك قرته يقوله وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل نزل من السماء في شرط عشان تصعد لازم تكون نزلت ابن الإنسان الذي هو في السماء يعني هو بيتكلم مع نقو ديموس وهو بنفس الوقت في السماء في السماء وهذا والمسيح حكى عن نفسه أينما اجتمع اثنان أو ثلاثة فأني أكون حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة فأني أكون في الوسط طيب إذا اجتمعوا ثلاثة بالصين وعلى فكرة نفس الفكرة هذه موجودة عن الله في القرآن سنجيها في صورة المجادلة الآية سبعة نفس الفكرة بيترحها القرآن عن الله أنه الله موجود في كل مكان يجتمعون بين الناس وهذا يبين الوهية المسيح حتى يعني المجادلة سبعة بتبين الوهية المسيح وانا ذاكر هذا الموضوع أيضا بالكتاب اشتركوا في القناة